بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم يا أغلى ناس الفيديو تالي يوم مراهو روتيني أنا والتوأم التاعي عند خوية الغالي العزيز ونجاوبكم على الأسئلة اللي طرحت على علاج عيني قبل ما نبدأوا الفيديو التالي لبنات نذكركم بالمسابقة لبنات باش تدخلوا في السحب باش تثبتوا وجودكم وتثبتوا مشاهدتكم وثبتوا اشتراكاتكم لازم تطبقوا الشروط تشتركوا تفعلوا الجرس وتشاهدوا لازم تشاهدوا الفيديو والبنات تشاهدوا أنا مذابية تشوفوه كامل بصح أقل شي إذا ما تفرشتش تفرشيها الأقل ثلاث دقائق باش هكا يثبت يثبت وجودك و هكا يثبت وجودك تدخلي للسحب كما كم تشفوه دمال قنوات كنت قم درت لكم فيديو وقلت لكم البنات على الشروط ومديت لكم كاميرا وذكرت لكم كل القنوات وكل مرة رح نذكر مجموعة من القنوات نذكركم بها ودائما قلت لكم خليوا يعني حاجة باينة كي تشتركي عند قناة وتفعلي الجرس رح أي قناة تحط فيديو جيك إشعار تدخلي تشاهدك هذا ما كانو تخلي تعليق ديري لها جامو تخلي لها تعليق كما بغيتي تخلي ووش خلي حبيتي تخلي لها تعليق خلي لها تعليق محفز ولا نصيحة ولا أي حاجة كانت هذه هي وبالنسبة كفاش تدخلي للسحب تروحي للفيديو اللي ذكرت فيه المسابقة تخلي تعليق وريد المشاركة تزيدي أي وسيلة للتواصل إذا يعني كنتي من بين الرابحات هذو هما كما تشفوني ذكرت لكم اليوم مجموعة وكل مرة نعط لكم مجموعة من القنوات بالتوفيق إن شاء الله لأصحاب القنوات نعود وكرر أن القنوات هذو هما ليعطاوكم المبلغ المادي موفقين جميعا كما عارقكم تشوفوا اليوم ورطيني أنا ومريوما توأم وروحيت وميتي يعني جاءت فرصة أن تلمينا وعنشكون عند الغالي أخوية هنا رأينا يد بيدنا لحن ديل العشاء وهي رح تدير تحلية لخطر رح ندير صغيرة خفيفة يعني ما هيش مبالغ فيها وما هيش يعني يوميات العادية تعال أي بيت عربي أو هنا رح يتوجد في الكارامل لأنه رح تستعمل تحتاج كارامل رح تستعملوا في هذا الفرون وكانت شاركتها معاكم هذا الوصفة في قناتها اكتبوا في الكارامل الخمرين تجدونها كما ترون حطيت البطاطا رح يتغلط على البريك ومريمة يضط الكارامل التي توجد فيه وبدأت تخلط في الخليط هنا البنات نجاوبكم بالنسبة لعيني في الكثير من أخوات قساوني قالوا لي سهام وماذا هو التطورات لعيني وماذا شخصه لك وماذا قالوا لك خوفك وطمنك هل فيها تحسن ما كانش تحسن شاهدوا البنات الحالة كنت قلت لكم على ما والسبب الذي يجعل هذا العرق التلتقلي في عيني وعلى ما عدت نشوف كما وحدة قلت لي لماذا عدت تشوف حاجاتك حلاء نعم عبيبتي ما همش عينية والناس اللي تحسبوه فيها عينية بينزوج لا لا راهي عين وحدة العين اليمنى هي العين اليمنى هي اللي تقسط لي وهي اللي تلتقلي فيها عرق كان الدم هذا كتمركز لي قلت لكم البنات في المموتة العيني يعني كي نشوف نشوف حاجة سوداء ما نشوف بالصح عيني اليسر نشوف بها عادة يعني أنا بالملخص كنت نركز بعين وحدة كي يروح يخصولي قالوا لي ما تخافيش مع الوقت إن شاء الله يروح لك ولازم تتبعي الخطوات تبعي النصائح تبعي كل ما كانوا يعطوني واحدة القطرة البنات نقطرهم ثلث مرات في اليوم وشي ثاني يا ربي متدولي بزاف نصائح من بينها أني ما نتفرش بزاف ما نشوفش في التليفون ما نخدمش ما نضو يعني الإضاءة تعالهاتف تعالهات التليفيزيون تعالبيسي يأثر على العين صرتوه هي مريضة باش تكملي العلاج تاعك وتكون يمليح لازم تبعدي على الحوايج هذا وفي نفس الوقت تبعي ثلاث من تاعك وبالنسبة العيني الحمد لله حاليا رهي في تحسن والحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا هو راني جاوبتكم على السؤال اللي كنت اطرحته عليا إن شاء الله نكون جاوبت وأي حاجة كنت مثلا نسيتها وما جاوبتكم مش عليها خليوا هالي في التعليقات يمكن ما جاوبتش عليها نجاوبها عليكم في حاجة أخرى والله لا يبلي شخص الحمد لله كما نقوله احنا زكاة نفس والحمد لله ربي اللي داع مدام الشي هذا جامل عندي ربي مرحبا ومرحبا والف مرحبا مرحبا وخدمة الفلون ستفرغ فيه فوق الكرامل وانا في نفس الوقت سأخدم في البريك سنتعشو به كما تشوفوا يد بيد انا سأخدم في العشو هي ستفرغ في الفلون لخطر نريد أن نقوم صهراء خفيفة ضرايفة لا يوجد مبالغة ولا يوجد مبالغة في نفس الوقت نقوم صهراء نحيي الجو لأخويا هنا طيبت البريك كما قلت لكم نحبه كبير لا نقذب عليكم لا نحب صورته سنتعش به يعني نحب أي أذواق يعني الأكل أذواق كما تحبي قادرة أصلا تدري مغرف في الديول تقليها وتأكلها واحد يحبها وكما يعمرها وكما يجب أن يشارجها كما يحب يعني كل شخص يحب هنا سوف يفرغ وضع دجارك كثيرا لكي تضع طيب وأنا في نفس الوقت سوف نقوم حتى نكمل سوف نقوم نحن فيها ربعة نتعدوا على الأصابع قامت بريك وأنا كما تعرف هنا قامت بريك بريك يحب بريك يحب بطن بريك يموت عليه كما تشاهدون نقدم كل شخص يحب كما يحب بطن 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 والجبن مثلا أخي يحب بريك يعني تبقى كل شخص يحب على هذا وكاين ثاني قالوا لي سيهم بريك عمرنا عندما رأينا بريك يتقل في حوالي ملعقة زيت نعم حبيبتي نحن نطيب في ملعقة زيت والله ممبا ما كانش أولا ما تجيش تقهم هو صح البريك يتقل في زيت غامر يعني يتغرق في الزيت بالصح أنا بابا أخي مستحيل يأكلوه الكلا لقاوهم عمر زيت يقولك الزيع لنا ما يأكلوش يعني كاين كل واحد كيفاش يحب وثاني نشوفه كاين لديهم ممراض كاين لديهم كوليستيرول كاين يعني لازم نطيبوا هذه ولكن نشوفه لصحة غيرنا من بعد جيت نكملنا سنتقل بعض عصير كان متوفر عندي بعض برتقال وليمون وتفح لا نستقل يعني كتفيت بالبرتقال والليمون سنرحيه لكي نشربه عصير طبيعي يعني والله نأتي ونشوفه والبنات لم يكن لدي العصير طبيعي والله كلهم يتبعون والله لنشوفه 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 طبيعي وتعصرهم وحدك من ناحية جديدة ومن ناحية صحية ومن بعد حطيته يبرد على جنب بعد مرحيت عصرته عفوا حطيته في الثلاجة وهنا رحلت الخزينة لأخويا من هذه الخزينة كما نقول نحن سقايت شيكولة غفرة طقاط الحكاية حلت وشكن كاين سنضع ونطيب التاي معروف في الصحراء حسيم سعود وحسيم سعود جاء في الصحراء حسيم سعود يعني البنات فيها 48 ولايات اختال فيها ولايات كامل وكنت شاركت معكم التاي الصحراوي التاي المرغون التاي الله 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 عليه كنت شاركتها معكم في القناة اكتبوا فقط التاي الخسيهام يخرج لكم بالتفصيل المؤمل وبمقادير مضبوطة يجيكم رائع جدا يجيكم مرغون تبعوا فقط الخطوات وبإذن الله يجيكم كما هو هنا بديت نوجد خطط عشينا فرزنا وكما يقولون التعشة الواحد يتنفس تهبط المكلاة ملح لكي يقعدوا ناكلوا الحلاوي والحكايات هذا ناكلوا منصبا وماشي من العشة الحلاوي تقامي ما تقدر ديجا تشوفي تشبعي هنا بعد ما طابت كما راكم تشوفوا هنا في الحقيقة هو يطيب في زوج براد يعني يجب أن يكون عندك زوج براد البراد هو البريق تعتاي عمتاع الصحراء يفهمون شي هو وتبدأي من البراد البراد تديري هذه الترغونيه تديري له هذه الرغوة هنا ما زل ما كان راح نشري براد بس هذا وش كان متوفر عند أخي غير هذا البراد كنت المهم المهم ندرتاي المهم ندرتاي هذه هي وجدت المايدة لا نقول طابلة لا نقول ما يدع ما يدع ما يدع كما راكم تشوفوا والله الله والله تفكر تاريحة الزمان كي كنا في دارنا هنا في هذه دارنا تحاسم سعود والله كل الشبر فيها يذكرني بحاجة كل كما نقولوا نحنا الكلوار يفكرني بحاجة شمرتنا تفكرني بحاجة غرفة النوم تعلوال تفكرني بحاجة الصانو الحوش كل شيء فيها ذكريات تعتفولة سبحان الله هذا هو الفيديو ان شاء الله نكون جاوبتكم على عيني ليسقسيتوني واي استفسارات تبغيتو خليوا لي تعليقات يمكن حاجة ما جاوبتش عليها نجاوبكم عليها هذا هو الفيديو تاليوم روتينيا نوم اليوما ان شاء الله نكون تخفيفها عليكم ومتنسى وشال البنات طب